لبّى الألاف من المصلين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم للصلاة والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة واحتشد منذ ساعات الفجر الأولى مئات المواطنين ومنهم عائلات على بوابات المسجد الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي لإصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها الذين يحدون حذوهم والذين تحدوا قيود الاحتلال الصهيوني وتمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى لإعماره والمشاركة في الفجر العظيم تأتي هذه الهبة بعد الدعوات المقدسية والفلسطينية للمشاركة الحاشدة في حملة الفجر العظيم للصلاة والرباط يوم الجمعة فيها وأكدت الدعوات أهمية الحشد للصلاة في المسجد الأقصى بالفجر العظيم لإحباط مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولات التهويد المستمرة التي تستهدفه وتستهدف المدينة المقدسة بشكل عام